ستة أشهر ستحمل معها تحديات كثيرة بالنسبة للمجر التي ستقود الكتلة الأوروبية بشعار يقول موقع بوليتيكو إنه عبارة عن نسخة شبه دقيقة من شعار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا الذي يتبنه دونالد ترامب وزير شؤوني الاتحاد الأوروبي المجاري يانوس بوكا قال إن نجاح الرئاسة المجارية سيكون بمثابة نجاح لكامل أوروبا وعن أوجه التشابه بين شعار الرئاسة المجارية وشعار دونالد ترامب أثر بوكا على أن شعار المجر يركز فقط على أوروبا المجر تعتبر حليفا استراتيجيا مهما لترامب وأيضا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق الحكومة المجارية هناك تحديات كثيرة والأولوية هي بحث حلول حقيقية لكل مشاكل أوروبا واتخاذ خطوات جوهرية فيما يتعلق بمولدوفا وجورجيا وأوكرانيا لكن في المقابل هناك مخاوف كبيرة وفق مراقبين من إمكانية تأثير رئاسة المجر على قرارات مجلسي الاتحاد الأوروبي خصوصا وأن أوربان سعى عالنا إلى تقويض العلاقات مع أوكرانيا وإقامة علاقات أوثقة مع موسكو